دعوة زعيم التيار الصدري مغتدى الصدر اليوم السبت وزارة الداخلية لبدء حملة نزع السلاح من مدينة الصدر بعد عيد الفطر وتعميمها على باقي المناطق العراقية لاقت ردود أفعال مختلفة فالبعض أكدت جدية هذه الدعوة وشملت عدة فئات أبرزها فصائل مسلحة موالية للحكومة وتحت مظلة الحيج الشعبي والعشائر أيضا موقف الصدر جاء بعد ثلاثة أيام من حادثة تفجير كتس للعتاد داخل حسينية في مدينة الصدر وراح ضحيتها العاشرة ما بين قتل وجريح دعوة جادة هذه المرة وتحاكي مزاج ثلاثة فئات من حاملين السلاح فئات الحشود المنطوية تحت هيئة الحجد الشعبي لديهم معسكرات ومخازن منتشرة في المناطق السكنية فئة الفصائل الموالية للحكومة وغير منطوية في الحجد الشعبي وفئة العشائر والتجار السلاح ثلاثة فئات هي التي سببت هذا الخروج على القانون وتواجد أسلحة ثقيلة ومتوسطة ينبغي أن تكون بيد الدولة وربما قد تصطدم دعوة الصدر بالرفض من قبل فصائل مسلحة أخرى ولذا من المتوقع أن يختل ميزان القوى بين المؤيدين والرافضين بوصف مراقبين وهنا يأتي دور الحكومة لقيادة مشروع وطني يعمل على نزع الأسلحة دون استثناء لفرض القانون وإعادة هيبة الدولة على أن يكون هذا البيان على الجميع وليس على جهة معينة وبالتالي على الحكومة أن تضع استراتيجية لعملية سحب السلاح من مدينة الصدر ومن باقي المدن ضغط السياسي أيضا من الممكن أن يتم سحب هذه الأسلحة بالإضافة إلى فرض هيبة الدولة لا بد أن تكون هناك هيبة للدولة تفجير مدينة الصدر جريمة كبرى يحاسب عليها قانون العقوبات العراقية وفقا للمسؤولية الجزائية والتي تصل إلى الاعدام بحق كل من تورط وساهم واشترك وساعد بهذا التفجير بقول قانوني مسؤولية الجزائية لا تعرض دور لواحد معين تقرر العقوبة وهي عقوبة الاعدام على كل من ساهمه اشتركه ساعده اتفقه حرضه على ارتكاف هذا الفعل واستبعد محللون أمنيون قدرة الحكومة على نزع السلاح بالكامل من مدينة الصدر لكبر مساحتها إضافة إلى تواجد مخازن للأسلحة والأعتداء خارج المدن زياد نهادة الحرة بغداد